السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجميع وتحية الجميع الاحرار هذا الليف هذا هو جاء كجواب على بعض الناس او بعض المجرمين اللي كيتكلموا بزاف وكيتهموا شتهامات باطلة ونعطيهم الجواب الشافي والكافي على الخزع بلت اللي انشار عندي في صفحة وهذاك الانسان او بين القوصين هذاك المجرم اللي هجماليه في القهوة هنا في المانيا واللي طبعا اخذي التدابير القانونية اتجاه ديالو اولا انا ما كنسبح تشي واحد اعفون انا لما كندير لايفات انا لما كندير لايفات ما كنتكلمش على اشخاص معينين ما كنتكلمش على اشخاص معينة انا كنتكلم على سياسة نظام انا كنتكلم على سياسة نظام مفتارس كنتكلم على معتقلين سياسيين كنتكلم على فسادكين خور في الدولة كنا نتكلم عن السياحة الجنسية كمرض في المجتمع المغربي كنا نتكلم عن البيضوفيليا كنوع من الخروقات الكبيرة التي كانت في المغرب في المقابل كنا نلقى بعض المضايقات ليس أول مرة كنا نلقاها في القهوة التي تتكلم عنها بطريقة غير مباشرة كيوصلوا لي شحل من هضرة وما كان نتكلمش معهم وما كان نهضرش معهم كيحرضوا بعض الناس عندي الآن أكثر من 35 شخص منهم مغاربة والسوريين وبعض العراقيين كيحرضوهم كيقولوا ما تقوش دوا مع المغاربة كيقولوا ما تقوش دوا مع ذاك السيد غاي صوروكم وغاي الدوا القنصلية الآخرين كيقولوا مرة المخابرات الألمانية كتراك كتقلب علي ولا مرة كتراك فيه المهم اللي دوا معايا كيمشيوا لعندو وقال لك انهم هما ماشي سوقهم يعني فاش وقعت هاد الحديثة قال لك ادخله هو قال لك الصفحة ديالي يدخل الصفحة ديالي وكي يهدر قال لك لا هو راك يديره كالاق باللجوء أولا القضاء الألماني في القضية دياللجوء باش نكونوا واضحين باش هاد الباب هادا نكونوا واضحين فيه القادي لما يسولك عن اللجوء ما يقول لك اشواء عليك هنا هنا عندك الحماية شي هنا وخي يجري اللي تعدى لك كين الحماية كين القانون وكين الشرطة وكين الديمقراطية وكين قضاء عادل يعني وخمشي نقول لي انا را تعرضت قاع محاولة القتل هنا في ألمانيا وقاع المخابرات المغربية مثلا يليم سيفطاهم مغتا كولي يوالو تخربيق في الزربيق فهمتي؟ يعني هو باش يقول لك انا كنستفزهم باش نزع ما كنقول البوليس ومشي المحكامان قولوا ما انتم معتقوني را عمجا وهجمو علي يعافكم معطوني اللوجوء الله يرحم بباكم ما تجريوش عليها للمغرب اولا الوجود ديالي هنا باسباب سياسية ماشي باسباب الخبز ماشي اسباب الجوع باش تعرف انت ويعرف غيرك ويعرف الجامع كامل وتعرف ايذر لون كلها ان الوجود ديالي هنا بسبب ان المخابرات المغربية بغدت توظفني كالجاسوس في حركة عشرين فبراير وعندي اتباتات وهذه الاتباتات مغنعطيهاش لك انت ولا غيرك هذه الاتباتات اعطيتها المحكامة وثالينا هذا الموضوع ديالي المحكامة ثاليناه شيء اللي يوقع مؤخرا لكن مقصود ما هو القصد من هذا الشيء القصد من هذا الشيء في اللحظة فش هو جاي كيف تفزني غنوض اعنا نضربو لو قايت اللي نضربو غايت بتوع لي الشهود انني ضربتو وانت اعتاقل الشو الشو المغاربة كيفاش كيف يفكرو وكي يمشي ويقولوا للبوليس مشاول عاد الشرطة الالمانية قالوا لي اركان رمضان كله كي يجي اكل عدنا وكي يصلي هنا اولا المساجد كان ضمن هي بيوت الله ما ديلتش شي واحد شي انا بنيت بيوت الله ما تعالى ما بقاش ديالي ولا ديال المسلمين اللي كي يصليوا فيه هذه الاول حاجة تاني حاجة انا ما عمرني كل شي حاجة عندكم ما يمكنش انك انت تكون مسلم وكتخاف الله وتكذب وانت كتعرف ان الكذوب من الكبائر الله سبحانه وتعالى كيقول لك المنافقين في الدرك الاسفل من جهنم حتى انا اخذ نخاطبكم بالدين لانكم انتم كتتحججوا علي بالدين فهمتي لان باش يجي واحد وغنحط لكم فيديو دابه باش تسمع بودنيك واحد هنحط لكم فيديو دابه باش تشوفوا واحد كيقول ياوش انت مغريبي انت ماشي مغريبي انت كتمس بالمقدسات هادو قال الكاسيدين ما كيدخلوش في الرأي ديالي قال انت حر قول لي بغيتي نحن ماشي سوقنا ما تسبناش وما تسبش لين عيالتنا انا اول حاجة ما كنعرفش بعداش كل يمجوش فيكم ولا شكل يمطلق ولا شكل يتشي حاجة زائد حاجة اخرى من شهرين دابه بولا تلت شهر حردت واحد السيدة كانت كتتترجم ليها السيدة مغريبية كانت كتتترجم ليها وعلى لماذا عندي المدمر اذا كتشي الطباب عندي الاطفال كيبشي الطباب كانت كتتحرضوها هي وهي بفمه جاءت لعندي وقاتلي تجمعوا في الجامع وراجلي قالوا لي قول المراسك ما تبقاش بشي وعددك السيدة كيسب في الماليك وكيسب في الدولة وفي المقدسات انا ما ندخلش معاكم في التفاصيل التفاصيل ما ندخلش معاكم فيها انا غنقول لكم غير رسالة واحدة هذه الخزع بلاد انني ادركت ذلك اذا ما كانت كنتم تضربوني كينا نصوركم ناخد بها اللجوء انا كانت تحداكم وكانت تحدا اي واحد يدير شي حاجة هنا في المانيا وياخد بها اللجوء اذا ما كانت يجيه الجمع لي شي واحد وياخد بها اللجوء يعني الهضراء غير قولوا شي هضراء خراق ونتحداكم ثانيا خراق ان الهجوم ديالكم مكانش بدافع سياسي ماش بدافع الدفاع النفس لاني اصلا م Aaah أكون لدي working وكان ادمت هدرNive كيف كان ادمت ديما او بالنظام الفاسد على المختطفين السياسيين تكلم على الفاسد المخارش في الدولة تكلم على السياحة الجنسية كثيرا ترى ان السياحة الجنسية كما تت obrig Nile هذا متمBen انا هناك غري wiring في عين principle من النظام لا يمكن ان تتحرين هاد وانتا في دولة الحق والقانون تجي في دولة ألمانيا وانتمنعني انا باش نتكلم على النظام المفتاريث انا وصلت المغرب كتك نهضر عليه ستنجي لنا وانتمنعني انت ولا غيرك باش تقولوا انكم انتو ما ما عندكم تشي علاقة بيا غير حقاك نسبكم هدك شي علاش نطو هجمتوا عليا حتى القانون الألماني سيروا القانون الألماني الفصل 21 من القانون الجنائي الألماني كي نص على أن السب والقدف كي يخد علي الإنسان غرامة ولكن باش تهجم وتسب والقدف والتعديد غرامة وحبس يوسيروا القانون الجنائي الألماني وقرواه غير باش تعرف حدي في حالة قاعدة تقول انا كنسبك ومع ذلك انا ما كنسب احتشي واحد انا كنتتكلم على احد الفئة معينة كينهنا في ألمانيا كتشي تكذب على السلطات الألمانية كتقول لهم انا مريد وكيتخلصهم الجوب سنتر وكيمشي وخدموا النوار وهذا شي كنت اعتبروا انا فساد لانك انت ما كنتش تحلم حتى واحد في المية من هاد الحقوق اللي كينه عندك هنا في المغرب في المغرب ما عندك حتى واحد في المية من هاد الحقوق اللي كينه هنا يعني عيب وحرام في الديل الإسلامي اللي انت كتصلي وكتر دخل انك تكذب على الناس وتكون الحرام يعني انا هضرت من هاد المنظور وما حددش يعني ما قدش عبدالإله ولا عبدالرحمن ولا الجلالي ولا قدور تكلمت بشكل عام لهذا هاد الناس هادو اللي كي تهجمو عليا وكي حردو عليا الناس واللي هجمو عليا في القهوة واللي دخل كي سبح عفوان اسمحوا لي اتصلوا بي الوالدة ديالي بنيت على قبل المشكلة بنيت على قبل المشكلة بنيت على قبل المشكلة بنيت على قبل المشكلة انا ما بغي منكم التاريح كتدروا على الناس وكتقولوا دار هذا الشيء انتم ما شوفوا حرم نظرك اول حاجة قلتو بنيت على قبل المشكلة على ظهر هذه القادية اللي قدرتوه يعني يجي هجم عليه ويقول للناس راد اهجمت عليه واستغل لهذا الهجوم باش ياخد اللوجو ما غناخدش به اللوجو ومعندي مندير باللوجوء ديالك الا كان على طريق كنتك هنقول الالمانية دابا وترجمها بجميع اللغات ما تعطينيش اللوجوء على طريق هاد الناس تاني حاجة كتقولوا الناس ربغي ياخد الفلوس على ظهرنا انا مباشرة شي اي فرانك غيخرج منكم انقطع امم ولا غنصدقهم ما عندي مندير بفلوسكم ولكن غنقول لكم غير حاجة واحدة باعدو مني باش ترتاحو حيث لما بعدتوش مني را ما غترتاحوش لأن لأنكم تعديتوا لي اولا هنتوني في القرامة ديالي وجيتوا كتسبوك تقطفو فيا تخيل الموقع هذك الاشكال جاه جمعلي هذك المجرين في القهوة هرب مش يمشى هرب مشى جاب مجموعة ديال المجرينين بركوا انا نحط لكم الفيديو دابا وغتشوفوا بعينيكم وجاءوا بركوا مقابلين معايا وكي سبو وكي عيرو فيا انت مغربي انت كتمس بالمقدسات آآ كان هدر معاك نتايا والغوت والمعيور والسبان وعند بالهم صافي را قطعوا لواد ونشفوا رجليهم زع ما كين را دارو كاك عفوان سمحوا لي دارو كاك صافي أنا را غاي سكتوني وش فهمتو يعني هاد الناس هادو يعني كي تتافقوا كاملين وسط الجامع اول حاجة الجامع خاصة عارفوا المسجد خامدوا العبادة مشي باش تتافقوا على الناس وعندي داليل انكم بركتوف الجامع واتفقتوا عليها واتفقتوا عليها بالاسم وعندي دلائل وعندي شهود بركتوف الجامع واتفقتوا علي محمد كرومي انه وكي يدر على النظام وكي يدر على المالك سيد نار وانه هاد خائن عندي دليل وعندي شهود فهمتو وحرطتوا السيدة اللي كانت كتترجم لي واي واحد كي يبرك معي كتتحرضوا علي ومعمرني هدرت معكم ومعمرني جيت قصدت شي واحد فيكم وقيت لكم علش كتديروك علش حس ما على باليش بحلش دوبابة كتلعب حديها بخليها فافي سيرتت ولكن باش تهجمو عليها وتسبوني والله ما انتفك معكم اعرى ما تكتبو اعرى ما تزيدو اعرى ما عندي دلائل عندي تأكيدات شي حاجة تابتا عندي فيديوهات عندي صور عندي ناس غايشهدو بالحقائق ومنكم من الوسط منهم غايشهدو ضدكم فهمتي ونرى هذه الساعة القضاء الألماني ماذا سيقول واي ياسب وقدف في اتجاه ديالي الله يمن تنازل عليه بالله فهمتي ورما فيها فيها من نوض فيها من نوض هذه الساعة العنق ديالك نتردقولك ترواضان في الايكيدو اللي كي يعرفك الرمو مع مدرك يعرف شنية ترواضان في الايكيدو وعرفني شنو كنت كندير يعني النوض نتردقك نعذبك في حياتك نخليك معوق حياتك كاملة ولكن انا ماشي حيوان باش ناخد الحق بيديوه الحيوان ولكي ياخد الحق بيديوه انتوما كتقولوا انا كنسببكم مرش ما ديكلاريتوش النهار الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين والثلاثين حتى هجمتوا علي عادز عما كي نمشيتو كتد ديكلاريو او ديروا بالحسبان ديركم اتشي كامل كنتي المهم تحية نيضالية وتحية الجميع الاحرار يوم 28 فبراير غنكونوا حاضرين من اجل خوتنا اللي في المعتقلات ديال المفتاريث غنكونوا حاضرين باش نوصلوا رسالة الاتحاد الاوروبي ان النظام العلوي محاصر الناس ديال الريف ان النظام العلوي ما زال كيعدب في الناس ديال الريف ان الناس معتقالين مختطفين في السجون بدون اي سبب فقط لانهم كي طالبوا بابسط الحقوق ديالهم انا كنترجع اي انسان كيتتواجد في اوروبا وخصوصا الناس ديال الريف انتوما بالملايين وللأسف ان هاد الناس اللي كان اللي ده هاجمين علي اي حتى هما من الريف بعض منهم من الريف ولكن انا مغللهم احتشي واحد القلب بيض ولكن للضرورة احكام خاصكم تحضرون نهار 28 ماشي علاقوا بل اناير وماشي علاقوا بل هادوك الناس علاقوا بل هادوك الناس اللي في المغرب اللي مطحونين اللي مختطفين اللي كيتتعد بوسط السجون خاص اي حر سواء نريفي او مغربي او صحراوي احضر نهار 28 لان الكم ضروري خاص يكون لو قدرنا نوصله هدى المليون حيما بالاتحاد الاوروبي غنكون من ضربه قادية النظام وضغط على هدهك النظام الفاسد والمنع من هدهك المساعدات اللي كتعطى لهدهك النظام اللي ما كتوصلش للشعب المغربي هدهك المساعدات اللي كأطاع الاتحاد الاوروبي كياخدوها من ضرائب ديال الشعوب الاوروبية واكيطول هدهك النظام نقول اليوم ان هدهك النظام كيشد هدهك الفلوس وقديرها فجيبو خاصة نكونوا كاملين وقف الخدمة ديالك وقف حياتك كلها الكرامة ديالنا هي أول حاجة خاصة تكون وكنتمنى من من هذوك الناس اللي كي يقولك أنهم كيحبوا المغرب يجي وقفوا معانتهم رخوتكم هذوك اللي مختطفين ولا بقت في النفاق المهم أن الوجود ديالنا ضروري أي إنسان وإنسانة أي مناضلة ومناضل حر سواء ريفي سواء مغريبي سواء سحراوي أي مناضل حر نهار 28 الوجود ديالك ضروري ومؤكد لأي إنسان كي تقول أنا مناضل خاصة يموت فهذاك النار ويجي فيه لأننا أول حاجة بغينا نوصله لسالة الاتحاد الأوروبي أن أخوتنا مختطفين من أجل أنهم طالبوا بمستشفى وجامعة ونوصلوا رسالة النظام المفترس أننا نحن يد واحدة ما غتفرتكوناش ما غتقسموناش والله ما غتفرتكون بالله دخلوا الخاوانة وسط منا دخلوش حالة من مرة وما نسميهم أنا ما غتقسموني الخاوانة كل واحدة يتعرفوا ببوحدهم ولكن احنا ما غنتفكوش الحرية والكرامة ديالنا فوق أي اعتبار فوق أي اعتبار هذك أخوتنا اللي معتقالين رد تعتقلوا من أجل الحقوق ديالهم والحقوق ديالنا لأنه فاش كانوا كي يناضلوه رك يناضلوه ضد هذك النظام اللي مشتتنا احنا واللي كان كي يعدب فينا وسط المغرب واللي ما زال كي يعدب الشعب المغربي وكي يسرق التراوات ديال الشعب المغربي لهذا كنتمنى من جميع الأحرار تكون الرسالة ديالي وصلات أي مناضل مناضلة حر عندك طنوبيل هذك ماك جوش ثلاثة ديال المناضلين سيروا في القطرانة كل شيء متوفر كل شيء يا أخوتي ما تعطي والتي شيء مبرر نهار 28 كل شيء خاص يحضر لأن الحضور ديالنا هو رسالة قلت لكم الاتحاد الأوروبي ورسالة للنظام المفترس ونقولوا العائلات ديال المختطفين أننا نحن ما غنتنازلوش وخانعطيوا الأرواح ديالنا في مقابل الكرامة ديالنا وديالكم لهذا كنتمنى من جميع الأحرار مايتخلوش على ختوم ختوم اللي مختطفين عند العلويين ختوم اللي كيتعذبو ختوم اللي تتعرضو للتعذيب وتتعرضو للاغتصابات ختوم اللي تشدو على الباطل ماشي على الحق اللي تشدو من أجل المستشفى وجامعة اللي السرطان مازال كينخور في الريف وكان قول لهادوك الناس اللي كي أيدوا النظام وعايشين هنا في أوروبا وكيش هدو شهادت للذور أنكم عشان قول لكم ها عشان قول لكم فرا الحيوانات الحيوانات بعدها في الإخلاص اللي كين في الحيوانات ما كينش شي باشار على ديالنوية كأنا كنت استغرب الإنسان كيدافع له حد النظام مفترس وعايش مثلا في أوروبا أو في ألمانيا كان استغرب بغيت نعرف أشهدك دماغ كتفكر فيه أول جملة قال لي المحابي فشيت عنده وقال لي مدام كي أيدوا على شعب ما عايشين هنا قال بكل تلقائية قلت ذا ما كين مدام كي أيدوا ذاك النظام وعجبهم هاذا ما كين عايشين هنا شنو ذا ما كين هنا وما كينش تماما مهم تحية نيضالية وتحية الجميع الأحرار وكنت تمنى كل شي يكون بخير وعلى خير يوم 28 فبراير اللي ما حضرش اعتبر أنه خان القصام وخان المختطفين وخان الناس دي الريف وخان جميع الأحرار موتا سيدي وجي فهمتي موتا وجي والذكرى دي الى 20 فبراير ما تخلي واش ديكرة ماشي يعيد غا نحتافلو به 20 فبراير هي الشرارة اللي خرجت في 2011 واللي رفعت مطالب اللي مكان الشعب المغربي كيقدر يرفعها وخرجت للشاريع 150 الف 80 الف مسيرات دخمة خاصة ذاك الزخم اللي كان يرجع علش الناس ديالة ضار بيضة ما يخرجوش للشاريع علش الناس ديالة رباط ما يخرجوش للشاريع واش هاد الناس ديالة ضار بيضة ورباط ومكناس وتيطوان واش عندكم الكرامة ديالكم بحال الناس واش الناس اللي ساكنين في العشوائية عندهم شي كرامة واش الناس اللي ملاقين فين يخدمو عندهم شي كرامة واش التعليم عندكم في المستوى الصحة عندكم في المستوى كنظن هاد شي ما كينش عن الساكتين شنو اللي يخليكم ساكتين أنا وقت التساؤل هذا عييت ما ننقلب لي على الأجوبة نلقيت جواب واحد أنا ما عندكم ش الكلمة ما عندكم ش القيمة أنتوما ناس ما عندكم قيمة ما عندكم كلمة ما راضين بالدل وراضين بالعبودية ما العشرين فبراير خص كل شي خرج خرج ورفع المطالب ديالك الفيتنا هي تبقى عايش بالجوع الفيتنا هي تبقى السبيطان وما تلقى لطبيب لأنه فين تعالج لدواء الفيتنا هي تسافط والدك يقرأ ويرجع لك مبلي ويرجع لك مشرمل الفيتنا هي بناتنا يبيعوا للحمد ديالهم وهذا شي لما نقوله بعض الناس الأغبياء ما كيرضاوش من ما كترضاوش نضوا معانا على حقنا خنقات دول بلاد في بلاثة البنت ما تبقى تبقى للشرف ديالها تبقى وتبقى تخدم وتتجوج ما تبقى تبقى للحمد ديالها تعييتي كنا إن شاء الله في بروكسيل تحية نيضالية وتحية لجميع الأحرار وسمحوا لي على هذا اللي فكان مجرد رسالة كانووصل على هدوك الناس اللي قال لك أنا درت هدك الشي علاقة باللجوء مغيت غير نقول لكم أن ألمانيا لا تعترف ماذا يقع هنا في ألمانيا تعترف شنو وقع لك في المغرب واش فهمت يا رس طارق يا الله تشوز